مناسبة العام الجديد كل عام ونحن لا شأن لنا بهم كل عام ونحن نفتخر بديننا كل عام ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست لنا أي علاقة بالكريسمس ولا احتفالات آخر السنة كل عام ونحن نشهد أن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفا أحد كل عام ونحن نشهد أن الله واحد أحد وليس ثالث ثلاثة كل عام ونحن نشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى رسول الله وعبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه كل عام ونحن مسلمون موحدون نعتز بديننا وعقيدتنا إن كان للنصارى بابا ويل يحقق لهم أمنياتهم فلنا الله عز وجل الذي يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويدخلنا الجنان ويبعدنا من النيران كل عام ونحن نتمنى أن نكون من عباد الرحمن الذين قال عنهم سبحانه والذين لا يشهدون الزور قال الضحاك لا يشهدون أعياد الكفا إلى كل جزائر أو بشار أو تغيتي يغار أن تنتهك محارم الله وأن تطيع حدوده في وقت سقطت فيه أكثر شعائر الإسلام قدسية لأكثر من سنتين فلا حج ولا رمضان إلا ببعض الاحتشام ثم ها نحن نرى العالم كله يفتح احتفالا بالوثنية باليوسفر وبعل وتاموز وغيرها من الآله الباطلة التي خدع بها النصارى قبلنا وها نحن نطبق نفس الشيء حذور القدة بالقدة كما قال نبي صلى الله عليه وسلم ونبي عديننا باحتفال تافه تنتهي إلى الذاته وتبقى حصراته وناديك بقلب الناصح المحب إنكارك للمنكر ليس فقط أن لا ترضع بل أن لا تفتح بيتك لسياح تعلم أنهم قادمون لإحياء طقس وثني تحولت فيه تغيط وحتى الرياض وغيرها من دول الإسلام ومصر وغيرها إلى أماكن تفتح في هذا الموسم المشؤوم ثم تغلق المساجد بعدها حين يكثر الموت والمصائب بسبب ما اقترفته أيدينا لتغلق في رمضان وفي الحج إلى متى إلى أن يعمن الله بعذابه يمكنك أن تقول لا فتحيي أمتك بإيجابيتك وثباتك ووالله أن الكوارث التي تأتي لأصحاب البيوت المفتوحة بعد الاحتفال بشهاداتهم أضعاف ما يأخذونه فيها من ثناء من الأهل والأحباب أو حتى من ثمن الكراء الباهض الذي يسيل له اللعاب وإلى كل من سيشد الرحال إلى بشار وتغيد في هذا الموسم اتق الله في نفسك فأنت مسلم ولن أزيد أكثر من هذا كلماتي والله ليست لأجل الانتقاد وإنما هي إنكار منكر وتوضيح فقط لا غير يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر